هنا لا وقت للعزاء لا مكان يرتاح فيه الأموات رحل التجار وسكن الشهداء بين محلهم بسرعة يودع المشيعون أحبتهم تحت التراب فالقصف يدوي على مسافة قريبة وطائرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسهم وغير بعيد من هنا تحاصر دباباته المكان القصف على مخيم جباليا وغيره من مناطق غزة لا يرحم لم ينج منه الموتى في قبورهم كان هذا المكان قبل العدوان سوقا عامرة الآن يتحول إلى مقبرة أكثر من مئة جثة تحللت بمستشفى كمال عدوان المحاصر دفنت هنا وفق وزارة الصحة الفلسطينية وما زالت المقبرة التي كانت سوقا تتوسع عائلات لا تجد الأمان لدفن ذويها خشية التعرض للقصف باتت القبور تحفر خلصة بين متاجر السوق اشتركوا في القناة